هل كمان بتعايش مع الطبيعة يعني احيانا مثلا الناس اللي بتبقى على البحر تجيب عفش اللي هو بتاع مصر القديم فتحس ان فيه مفرقة احنا عايزين نتكلم ده على ده يا شافكي غلطة كبيرة بنعملها كتير لما نكون ناخد بيت في المصيف نبتدي نجيب الكراكيب بتاعت بيتنا اللي احنا مش محتاجينها ونرميها في البيت المصيف طب انت جاي تنبسط ولا جاي تكاركيب حياتك لا انبسط حط حاجة بسيطة حتى لو العفش قديم جددوا حط تنجيد جديد لونه لبني فاتح لونه أبيض جميل لونه رمادي ألوان سادة البيج الحلو الألوان النوت كارك فيدي تساع الكراكيب بقى وإحنا انت عارفة في مصر الكراكيب يا سلام ما بنرميش حاجة أبدا اللي هو لعبة حمادة تفضل موجودة برطمان موجود برطمان انا عارفين برطمان ما يدفعش الكراكيب بتأثر على طاقة الكراكيب في مصار الطاقة الغير مرئي احنا بنتكلم على ازاي نعمل بيت ديكوريا ديكورات المتوزنة في طاقة المكان او الفانشوي يعني ازاي بصمم بيت وبختار ألوان تخلي السكان بتوع البيت دولت ينبستو يتفقلو يبقى عندهم أخبار سعيدة يخشو لهم حاجات بهجة يبقى ما عندهمش اكتقاب كتير كل ما تقل الكراكيب فبيبقى فيه فضة أكتر الكراكيب بتعمل ايه بقى في المكان؟ بتسد مصار الطاقة المتحرك في المكان بتعمل كده أفلة طب الكراكيب اللي تحت سرير النوم ده مشكلت شونط بقى وكياس كياس كياس والسجاجيد المبرومة غلط غلط ليه انت محتاجة مصار طاقة المصار الغير مرئي متحرك احنا حوالينا أشعة كده ومصارات مختلفة نتيجة للأثاث الموجود والألوان المنعاكسة علينا فطبعا احنا لما بنجي نسد هذا المصار ما يبقاش عندنا مصار متحرك ومتغلق دلوقتي الموضة طلعت ان السرير تلاقيه لازق على الارض لا غلط انا السرير ملزقش على الارض لازم اجيب رجلين حوالي 10-15-20 سنتي بس انا بخاف من السرير العالي بيتحشر تحتيه حاجات لا مش هيتحشر يعني انتي تفسك الزمان وإحنا صغيرين التحكير المصري حط تحت حاجات زمان وإحنا صغيرين كنا نستخبه نلعب سرير تحت السرير تحت سرير عمتك وخالتك ومش هارفة ايه وكده كان فيه فراغ رائع الناس دي كانت حياتهم جميلة مفرحة فيها بحجة فيها تزاور فيها طاقة حلوة ايه كراكيب المطبخ وكراكيب البلكونة وكراكيب دي بتأثر على طاقة البيان؟ بتخليه وشي يجي خير؟ خالص ليه؟ بتقفل طاقة الخير عليه والبركة ليه؟ ففكرة ان الدنيا مستحنة لأنه كدس حياته انتي دلوقتي لو عندك كباية مية مليانة بالكراكيب هتاخد حاجة جديدة؟ لا طبعا مش هتاخد فبالتالي دايما بيوت الناس المعروفة أو المشاهير أو الناس الأغنية أوي هتلاقي بيتهم فضية ليه؟ لأن لما بيجيب حاجة جديدة بيرمي القديم على طول فالدنيا في داخل خارج خلينا نتفق إنه البسطاء بيبقى عندهم يعني محتاج لحاجات كتير غصبا عنه يعني مش قادر يرمي لأنه ممكن مثلا يستفيد من الإزازة يستفيد من العلدة ربنا موجود قادري دي كل حاجة ولكن يكون بالمعقول يعني ما يكونش عندي مثلا تلت أجهزة كمبيوتر اتنين عطلانين وواحد نص نص وخليهم مكدسين جنبي وانتي الحاجات المكسورة والمعطلة دي مش كويسة في البيت اه بالضبط عندي جهاز مثلا ياما روح أصلحه خلاطة روح أصلحه ياما قدي الحدي يصلحه ويستفيد بيه بالضبط لكن ما يبقاش كراكيب عندي حاجة أكتر من حدي لازم أتخلص منها لأن كل في مقولة عندي دايما بقولها تخلص من قديم يأتيك الجديد يأتيك الجديد لا وهي فكرة العطاء يعني قدي كمان حاجة تانية غير كده كمان انتي عارفك كراكيب لما بتمر عليها سنة السنة دي بتفقق في الحال يعني بعد السنة بالضبط خلال السنة بعد السنة على طول طاقة معطلة أنا سمعت كمان ان فيه ترابيزة لازم تتعامل في البيت تبقى عليها طاقة الرزق إيه حكاية الترابيزة لا ما فيش كلام أو يعني تبقى فوزة البيت لا معلومة مش صحيحة مش صحيحة طبعا هو الرزق من عند ربنا ولكن احنا بنتكلم في علم هندسي جميل اسمه علم معروف قوي من 4000 سنة كمان كان علم قديم طلع من الصين العلم ده هو ازاي تعمل توازن طاقي في المكان عن طريق الديكور الألوان الأشكال الهندسية كمان مواقع الحمامات والمطابق في المكان موقع السرير في غرفة النوم كل دي منظومة متكاملة